بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جابت لكم طبحة حلوة مسبكة تصلح للولائم أكبر وليمة وطبعا للعيلة ندلعهم شوية في نهاية الأسبوع المهم منها سهلة يعني مو على شكلها عملت هذه اللحمة بالفرن بصراحة لحمة الموزات ما ينشبأ منها وعملت صينية القلاش يشبه البوريك المديني يشبه البوريك التركي يعني شوي يختلف وبعدين في نقطة في كثير متابعين يسألوني أسئلة ما رح أرد بصراحة أتعب ونرد عليهم في المتابعات أنا حرد بوجعها لأن الأسئلة متكررة في نهاية إن شاء الله الفيديو حرد على الأسئلة اللي سألوني كل فيديو ثلاثة أسئلة سألوني بس لأن بصراحة صرت أتعب كثير وأنا أرد ودي أرد عليكم والله كلكم بس أنا تجيني حوالي ألفين ثلاثة آلاف سؤال يعني أتعب وأنا أكتب يروح الوقت فإعذروني يعني شوية شايفين كيف اللحمة ذايبة والصوصي جنن والقلاش مقرمش هذه سنية القلاش وكله على بعضه لذيذ مع الرز بالشعرية عملنا رز مصري والصوص بصراحة مميز شايفين الطبقات كيف يجنن والعمل أسهل وأسهل هنا القلاش لحمة مفرومة بصل فليفلة ملونة طماطن زيتون أخضر مقطع شرائح بصل وثوم بيض حليب بهارات وملح وفلفل زبدة وقلاش اللي هو ورق البقلاوة الجاهز وزيت ينباع في السوبر ماركت نقطع البصل هنا هنقطع البصل ناعم شايفين أنا قاعد أعيد عليكم بطريقة التقطيع سهل بس أعني في الإعادة إفادة هنا نقطع الفليفلة الحمرة والخضرة صغيرة هنا نبغاها والطماطم نفس الشيء نقطعها صغير نقل البصل بشوية زيت لما يدبل تمام تمام نحط له لبهارات حطيت كركم وكاري وفلفل أسود وكمون بهارات سمع بهارات حطينا اللحمة نقلبها لما تنشف تمام تمام تبقى على الزيت الحين نحط لها الفليفلة الحمرة والخضرة ونقلب تمام ونحط الطماطم لما تنشف الحين أحطها في مصفاية عشان إذا شايفين الزيت الزايد كله ينزل أسيح الزبنة مع الزيت أخليها على جنب أفتح ورق البقلاوة أو القلاش يبقى في السوبر ماركت في الفريزر بس بعد ما نفتحه لازم نغطي عشان ما ينشف نغطي بسفرة أو بأكياس اللي تبقون ندهن الصينية خليط الزبنة والزيت اللي خلطناه مع بعض ناخذ ورقة نحطها إذا كانت الصينية كبيرة قدها إذا مو كبيرة نطويل ورق ما في مشكلة وندهن نحط نص الورق بعدين نحط الحشو حقتنا ناشفر كل الزيت نزل منها نرشه بالزيتون الأخضر الشرائح نحط باقي الورق بنفس الطريقة وندهن بينهم بالزبدة والزيت لما نخلص المقدار شايفين نقطعهم مربعات نمسكها بإيدنا كده وسكينا حادة نقطعها مربعات لأنه بعدين إذا نطبخت تتعبنا فتتكسر الحين ندهنها الواجه بالباقي الخليط الزبدة والزيت نخفق البيضتين مع كوب كبير حليب سايل ورشة فلفل أسود رشة مو كثير نخفقهم بعدين نحط الحليب السايل نخليه على جنب الحين البيض والحليب ما رح نستخدمه الحين نخليه على جنب بس نخلطه تمام تمام عشان البيض ينخلط شايفين ما في أبدا نخلط تمام الصينية ندخلها فرن وسط حوالي 10 دقايق فقط عشان الطبقات تنشف ما نبغاها تحمر ولا شيء بس ننشف الطبقات نطلعها نصب عليها خليط البيض والحليب بعدين كده ندير الصينية على كل الجهات عشان ينزل وتشرب تمام طبعا الطبقات ناشفة ونحن ندخلناها عشر دقايق صارت يابسة فشربت كل هالخليط بدون ما تتلصق مع بعض نرجح الحين الفرن تحمل من تحت وتحمل من فوق ممكن نص ساعة وفشربت وخلص خلص نحن نعمل اللحمة عملت أربع موزات لحم بطاطس كبيرة مقشرة بصل فليف لحمرة وفليف لخضرة ثوم زي زيتون روزميري زعتر ناشف ثوم ورق غار فلفل أسود طماطم مقطعة هذا هي وزبدة ضروري الحين في قدر أديسون قدر الضغط أحط مويا صاخنة أكيد اللي ما عنده القدر قدر عادي أو قدر ضغط عادي بس هذا أسرع وأحسن نحط في ورق الغار طماطم مقطعة جزر مقطع بصل عود قرفة فلفل أسود نحط اللحمة تستوي أنا خليتها ساعة كاملة هو قدر ضغط لو قدر عادي يمكن ساعتين ساعتين ونص لأنه لحمة الموزات تكون سميكة تحتاج طبخ طويل ترى نتبه نغطيه ونخليه ساعة كاملة ما شاء الله سواء وذا باللحم يجنن لأنه قدر ضغط قلت لكم مو قدر عادي نتبهوا القدر العادي ساعتين وأكثر الحين نقطع البصل مو مثل تقطيعنا للقلاش لا كبير وبنس الشاي اللي فلافلة الخضرة والفلافلة الحمرة نقطعها كبار الطماطم قطعها بالنص نشيل البزر اللي جوه وبرضو نقطعها كبار نسخن شوي الزبدة وزيت نحط البصل نقلبه يعني ما نخلي يصفر لا يدبل لسه رح ينطبخ شايفين بس دبل نحط له الفلافلة الحمرة والخضرة نقلبه هنا اللي يحب يحط الفل في الأخضر حار يحط حبة حبتين ونحط الطماطم الطماطم هنا قليل يعني مو كثير نحط الثوم الثوم قطعناه بالطوم وورق الغار والبهارات حقتنا روزميري جعتر شوية كمون شوية بهارات شوية كركم شوية كاري بهارات كبسة وملح اللي البهارات اللي تحبونها حطوها ما في مشكلة نقلبهم تمام بتطلع ريحة البهارات الحين اللحمة عندي السوت خلاص صارت لينا نشيلها من المرق حقتها ونحطها معاهم بتتقلع شوية وتتشرب من كل هالبهارات أكيد ممكن إذا عندكم فخذة أو كاتف غنم أو فخذة غنم تتقطع كبير وتنعمل نفس الطريقة يعني مضروري موزات نخليها لما تتشرب تمام تمام نسقيها شوية من مرقة سلق اللحمة هنا البطاطس أسلقها مع شوية ملح نصف سلق هذا اللحمة كل شوية يقلبها واسقيها من المرقة طبعا باقي المرقة نعمل فيها الرز نحن عملنا رز بالشعيرية الحين نحط البطاطس عشان البطاطس أيضا تشرب البهارات تشرب كل الملح والبهارات اللي في الصوس وتأخذ لون بعد كل شوية نقلبهم وإذا احتاجوا موية نقصة الموية نزيد الحين نرتبهم في صينية الفرن ونرتب البطاطس بينهم بعدين باقي الخلطة اللي في المقلاية اللفليفلة والبصل والثوم كله نحطوا بينهم وفوقهم هنا نزيدوا شوية موية نخلي يغلي اللي باقي في المقلاية ونصبوا عليهم ندخل هالفرن مكشوفة ندهنها بالزبدة ضروري بالزبدة عشان الزبدة تعطيها لمعان ندخل هالفرن نص ساعة تحمر وهذا هي أحلى قلاش وأحلى لحمة الأسئلة اللي سئلوني قالوا لي أنت عراقية ولا سعودية أنا سعودية لكن اسمي يشبه عائلة الجبوري العراقية قالوا لي الكيس الحراري مضر أقول لهم لا مش مضر لأنه مش نايله هو سيلكون يستخدمونه في العمليات التجميل وفي عمليات الجراحية قالوا لي أنتوا في السعودية تحبون الملوخية المصرية ولا الملوخية الورق قلت لهم إحنا الاثنين إحنا عندنا ملوخية ورق اسمها بوراني إن شاء الله حنزلها لكم وتعودنا عن الملوخية المصرية السائلة جنن وإنتوا لا تنسون اللايك وشير سبسكرايب جاوبت على ثلاثة أسئلة كل يوم اسألوني وأجاوب عليكم هنا لأنني بصراحة أتعب كثير وأنا أجاوب وأكتب ما شاء الله تبارك الرحمن زادوا الناس شكراً للمشاهدة شكرا